ملف بيكون مهم كل حلقة وفكرة تحديدة نحن نتكلم عن تقوية العظام قد ايه المشكلة دي مفيش بيت مصري بقى بمنتصر راحا ما فيهوش حد بيعاني من مشكلة في العظام رغم سأنه يعني اللايف ستايل بتاعه هتلاقي برضو في مشكلة ما ده ده راجع ليه أصلا راجع لللايف ستايل من الآخر حياتنا ثقافة عندنا اه بالضبط مشكلة وجع العظم أو وجع الظهر أو الحاجات دي ما بقاش مقتصرة على السن الكبير فيه أسباب كتيرة جدا أول حاجة نقص الكالسيوم ده أول حاجة أن أكلنا اللي مناكله ما فيهوش الكالسيوم الكالسيوم مهم قوي يوميا أخده يوميا أعرف أخد كالسيوم بتركيز معين من أهم الأكلات اللي فيها الكالسيوم يمكن البيض الزبادي الألبان الجبن والمكسرات ومن الخضار البروكلي تاني حاجة نقص فيتامين دال يعني على طول بقول فيتامين دال الناس كلها عارفة الكالسيوم للعظم فيتامين دال مهم جدا للعظم لأن لو فيتامين دال عندي واقع لو كالسيوم عندي موجود في الدم لأن العظم مش هيمتصر دي أول حاجة تاني حاجة القعدة طول الوقت ما بنلعبش رياضة ما بنمشيش طول الوقت قاعدين ويمكن بتلاقي الشباب اللي بيشتغل في مكاتب يعودوا بالتمن ساعدة على الكرسي فبتلاقي يبتدوا بقى يريحوا يبتدوا يقعدوا قعدة فيها انحناء فكل الحاجات دي ما تنفعش خالص وكمان مهم قوي يقول الإفراط في التدخين دي حاجة والإفراط في المشروبات الغازية المشروبات الغازية لو شربت مشروبات الغازية يوميا كتير جدا ده بيطرد لي كالسيوم برا العظم كتير جدا ده اللي هو بيقص بمقدار قد إيه مثلا؟ لا مش أنا عن نفسي أنا بطلت المشروبات الغازية مثلا بقى لي سنة ما شربتش واحدة ممكن في خلال السنة دي لو مثلا حد أختي مثلا قلها أنا هاخد بقى بس بقيت خاف جدا ومع تقدم العمر بتهالي برده طبعا 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 مع تقدم العمر قطلة العظم نفسه بتقل فمهم قوي أن أنا اللايف ستايل بتاعي تغير والأكل بتاعي أبعرف والكمية السكريات كمان اللي بتتاخذ بتتعفلي العظم بلاس إن أنا أخد فيتامينز كالسيوم وفيتامين ده اللي وقع عندي فدي حاجة مهمة جدا جدا أنا هوا طب هو ممكن حد يكون عنده مشكلة أو بيعاني من مشكلة في العظام هو ما يعرفش أصلا؟ العظم لما يبتدي بقى الظهر يوجع والحاجات دي يمكن بيبقى فيه مرض مناعي بيعمل التهاب اللي هو الريموتويد نفسه الريموتويد ده حاجة تانية خالص عشان محدش أقول أنا عندي ريموتويد اللي هو الروماتيزم وأخد كالسيوم الريموتويد بيبقى واجع في العظم ده أروح لدكتوره على طول دكتور مناع لما تيدي عظمك كله في مشكلة؟ لازم يعرف إنه هو ما عندهش ريموتويد الخلل في المناعة بيعمل ريموتويد ده حاجة تانية ده لي تحليل تانية من أهم يمكن أو بدعم جدا أكيد ألبا مالتيفيد أكيد بدعمه ليه؟ ليه بدعم ألبا مالتيفيد؟ لأن ألبا مالتيفيد فيه كالسيوم بمقدار مش كبير عشان حد يقول إيه ده الدكتورة دينا بتقول أخذ ألبا مالتيفيد دايليوز وموقفوش طب أنا كده بقى لما كالسيوم يعلى الكالسيوم لما يعلى في الجسم مشكلة برضو مش كويس لكن ألبا مالتيفيد دخله كالسيوم سبعين ميلي جرام بس البالغين محتاجين ألف ميلي جرام عشان كده بقول مع ألبا مالتيفيد محتاجة دعم الكالسيوم أكتر الحامل محتاجة ألف ومتين ألبا مالتيفيد عشان كده بقول للحامل هتستخدمي ألبا مالتيفيد رائع لأنه فيه فوليك أسد والبنت أو الست قبل ما تحمل الدكتور بيكتب لها على فوليك أسد من الأول لأن الفوليك أسد بدعم جدا الخلايا العصابية للجنين وبيعمل على عدم تشوه الأجن لكن ممكن أقول لها يمكن الدكتور يقول لها هتاخد كالسيوم زيادة بعد الشهر الثالث ده بره ألبا مالتيفيد ولما تخلف بتوقف الكالسيوم الزيادة وتمشي على ألبا مالتيفيد فديحة جمعين